المنجا المصري أصبحت هي كمان صاحبة سمعة عالمية زي البرتقان المصري اللي بتصدر لأوروبا زي البطاطس المصري اللي بتتصدر لكل أنحاء العالم أصبحت أنت بتنافس دول أصلاً كانت منتجة للبطاطس أكتر منك بكتير يا رجل ده العنب المصري أصبح بينافس الدول اللي حوالينا اللي كانت بتصدر عنب زي جنوب إفريقيا ده بجد مش ظهر بينافس وبقوة المنجا المصري أنتوا شايفين ده يا خبرة بيض عدد بقى من مسؤولين على ذكر المنجا عدد من مسؤولين السفرات الأجنبية راحوا يزوروا مزارع المنجا في الإسماعيلية ويعبروا عن سعادتهم بمهرجان المنجا بتاعتنا بتاعة الإسماعيلية طبعاً من أبرز الناس اللي زارت هذا المهرجان القائم بأعمال السفير البريطاني القائم بأعمال السفير الفرنسي وأيضاً سفير إندونيسيا يمكن أنتوا يسا شايفين السفير الإندونيسي هناك وهو في المهرجان العالم بيبص على مصر نظرة في منتهى الإيجابية على كل المستويات قال لي يا رجل حتى المنجا حولناها إلى ما نطلق عليه نستطيع إطلاق عليه سياحة المنجا سياحة المهرجانات الزراعية أصبح في عندك محصول لي سمعة دولية سمعة عالمية الناس كلها بتتكلم على المنجا المصري طب ما تيجي نعمل مهرجان المنجا طيب نبدأ ندعو لي الناس بدأت الناس تعتدى أصبحوا السفراء الأجانب موجودين اللي موجودين عندنا في جمهورية مصر العربية هم كمان أصبحوا مقبلين على المشاركة في مثل هذا المهرجان كل ده ياخدك ويرجعك على حاجة أنا قلتها لك الأسبوع اللي فات placement أنت بتعمل تنوضع طول الوقت كل شيء بتحوله إلى رافض وبتحط لنفسك سمعة عالمية أنت تتنوضع سياسيا اقتصاديا سياحيا وجهة استثمارية إلى آخره زي ما بالظبط كده ما كنت بكلمك عن العالمين الجديدة هو أنت متصور أن العالمين الجديدة بس وجهة سياحية داخلية لا أصبحت وجهة سياحية عربية وأصبحت وجهة سياحية أيضا لا سياحة الأوروبية والأمريكية